أن ينجو اليمن من أنياب ميليشيا الحوثي لا يعني أنه وصل إلى بر الأمان فداخل جبهة مقاومة المشروع الإيراني أزمات كثيرة تحاول الحكومة الجديدة المنبثقة عن اتفاق الرياض إيجاد حل لها ورأب الصدع في هذه الجبهة حزب الإصلاح يقابله المجلس الجنوبي الانتقالي هما عماد الحكومة وباقي القوى لا ثقلا سياسيا ولا عسكريا لها ليتولى هذان الطرفان قيادة سفينة الشرعية وإيصالها إلى بر الأمان حيث يمتلك حزب الإصلاح خبرة سياسية ولديه نفوذ عسكري يجعل من الصعب إنجاح أي خطوة دون أن يكون له دور بتحقيقها ورغم ملاحظاته الكثيرة على طريقة التعاطي مع الأزمة اليمنية من قبل داعمي الشرعية إلا أنه يضع وحدة الصف اليمني أولوية لمواجهة الخطر الإيراني المتمثل بميليشي الحوثي في المقابل يعيش المجلس الانتقالي أزمة تناقض في الأهداف فهو من جهة يسعى إلى إبقاء التزاماته السياسية والعسكرية التي تجعله طرفا منخرطا في مؤسسات الشرعية بشكل كامل ومن جهة ثانية لا يريد التخلي عن خطاباته المنادية بالانفصال عن شمال اليمن واستعادة دولة اليمن الديمقراطية الشعبية وعلى الصعيد العسكري تواجه الحكومة الجديدة تحدي إعادة دمج الفصائل المسلحة في جسم واحد وتوحيد هدفها في قتال ميليشي الحوثي وفي حال عدم تحقق ذلك فإن أي منجز سياسي للحكومة الجديدة سيذهب أدراج الرياح يرى مراقبون أن نجاح الحكومة الجديدة مرتبط بشكل تام بتحقيق المصالحة الخليجية وإعادة تفعيل دور التحالف العربي على ذات القواعد التي انطلقت بها عاصفة الحزم عام 2015